ايا الاهل كان بيلعب امام امبي والاهل فاز واحد صفر وهنقابل بيرامدس اللي فاز امبارح تلاتة واحد بضرب الجزاء غير مسبوقة امين عمر امبارح سجل اسمه امبارح بضرب الجزاء لازم تتسجل باسمه الكور لما تجي في رجلك تحسب ضرب الجزاء يعني غير مفاهيم كرة القدم لدرجة امبارح وقت ما شفت معقول يا جماعة هل الاتحاد الدولي غير ضربات الجزاء من الايد باقة الرجل وعد تسأل هل غيروا واحنا مش متابعين الموضوع يعني الناس بتكاس مصر انه يغيروا عشان من اجل امين عمر مثلا فاعمل لنا كابتن امين امبارح يعني ايه لازم يخلي بالكو ما فيه بعض ناس احب تسجل تاخد لقطة اخد لقطة بجد برح قلت الكابتن اصام عفتاح المحاسبة انه بداية غير موفقة ولا بد من المحاسبة المخطئ المخطئ ايا كان في اي وقت المخطئ لان دي كانت مش خطأ منفعش حكم دولي والمساعد قاعد على الخط وتقولي ضرب الجزاء اسموحة كان بيلعب وكان ممكن يتعادل بس لما دخل التالت امبارح خلاص ده باقي يعني وقت خلاص ودقائق بسيطة جدا وخلاص باقي تلاتة واحد هيعمل ايه مهندس فرج عامر واسموحة اللي كانوا بيلعبوا ماتش كويس او امبارح بس ماتش كان كويس النهاردة الاهلي والوقت ده الاهلي مش مريحنا شخصيا اداء الاهلي انا مش مستريح له بنضيع اهداف كتيرة ما كناش بنعمل كده تاني بقول ما كناش بنعمل كده محتاجة يعني كابتن خطيب بقاله كم يوم عملين يشوفوا وده السيقن بارح مسماني وعشان الكلام اللي تقالوا ان مسماني هيمشي النهاردة هيمشي بكري هيمشي بعده اهو لعب مسماني النهاردة فوزنا لكن مش الاداء بتاع الاهلي الاهلي دايما على الجهون سجل اهداف فييجي تسجل واحد صفر اهو خلصت المطش وصعدته هتقابل فرقة تقيلة بيراميدز فانت هنا قدام مشكلة مشكلة في فريقنا خلاص مفترض ان احنا هيدخلوا معسكر تقريبا الايام الجاية عشان عندنا اه مباراة ليبيا اللي هي الاهم منتخبنا كيروش و طبعا والتاجيزات وترتيب مطش اه ليبيا اللي هيكون في برج العرب يوم الجمعة بعد اللي جاية اه ساعة تسعة مساء من غير جمهور يعني كنا الاول وكانوا طالبين وعالزين جمهور يحضر وكان خمس تلاف والعشر تلاف وموجودين قالك لا لا امبارح تلعب قالك خلاص ما فيش جمهور كلام يعني خلاص اه قول الفصل ما فيش جمهور في مطشنا امام ليبيا